مساء الخير مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج أسفرت وأسرة البرنامج تتمنى لكم إن شاء الله سنة سعيدة عليكم وعلى كل من يعز عليكم ضيوفنا اليوم هو رائد مسرح الطفل وبلا منازع وهي إحدى نجوم مسرح الطفل ومن الفنانات اللي كلنا حبيناهم عصروا فنانين الجيل الذهبي لكنهم شكلوا خطوط عريضة لجيل من الطيبين نجوم في أعمالهم التلفزيونية وهم نجوم أيضا على خشبة المسرح انقلوا لنا أدوارهم ما بين مشاعر الحزن ومشاعر الفرح وابهروننا بإتقانهم للأدوار المركبة ضيوفي لهذه الليلة الفنان عبد الرحمن العقل والفنانة زهرة الخرجي أسفرت ليلتنا بوجودكم معنا ها عجاج أشوفك الشيخ وراي حق ياسمينو ايه كيفي أروح حق ياسمينو يا حزبونة ولو رح اي مكان ثاني هذا شي خص عجاج الحمد لله أنا ما عندي أشيات فيها شر مثل ما أنت وابوك الحزبون الأكبر بس خلاص يوزوا يوزوا ريحوا الناس ريحوا الناس من شهركم صد ايه طبعا أبروحك ياسمين صد رحتك هناك يعني طبعا خلاص خد تفيدك ياسمينو طبعا تفيدني ياسميني ياسمين مدام من ماشي الحمد لله بخط سليم حالة من حالي الحمد لله ماشيين ما نخاف من أي شيء ما نخاف إلا من رب العالمين غير هذا لا إذن مشاهدين مثل ما شفتوا بعد هذا المقطع التمثيلي معاي بالستيديو الفنان عبد الرحمن العقل والفنانة زهرة الخرجي حياكم الله في برنامج أسفرت وفعلا ليلتنا أسفرت بوجودكم مارك الله فيك مارك الله فيك نحن سعداك في اللغانة في هذا البرنامج ما شاء الله البرنامج له بصمة كبيرة في العلام خصوصا تلفزيون الكويت شكرا مرئي لله الحمد في جميع المحطات وجميع الدول الخليج الخليج كلهم الحمد لله واليوم أيضا حلقة راح تضيف لرصيد برنامج أسفرت وأنا ترى العادة أقول لديز فرست النساء أولا لكن اليوم استثنائيا بما أن أبو خالد نقول يعني إحنا غالبين فرح نعطيه البداية خالد أغلب الفنانين في بداياتهم تكون فيه من خلال النشاط المدرسي بالمدرسة هل هذه فعلا كانت بدايتك إيه أقيد أنا أصلا ولدي النشاط المدرسي ولدي المدار في المدرسة يعني النشاط المدرسي كان من من الأنشطة اللي طلعت نجوم في الكويت أسماء كبيرة ترى موجودة في الكويت اللي موجود موجود أصلا الله يطول بعمر واللي توفى من زمان أحمد الله عليه النشاط المدرسي طلع صحفيين طلع مطربين طلع ملاحنين طلع ممثلين طلع مخرجين طلع أشياء كثيرة إعلاميين بالضبط ككل يعني ككل رياضيين ترك أكثر رياضيين اللي طلعوا القدامة جاسم يعقوب ما جاسم يعقوب وغيره المطرب اللاعبين والرياضيين سواء كان سلة وقدمة طاهرة وأي أين كان كلهم من الأنشطة المدرسية نعم كان يأخذونهم من المدرسة كان يأخذونهم من النشاط وشوفها يعني منه من جيلك كان معاك في هذه البداية في عوية كان عندك أستاذ فؤاد الشاطي رحمة الله عليه عندك سمونا جاساء سليمال ياسين معاي وايد فنانين طلعوا في كتاب في صحفيين طلعوا كثير كانوا موجودين معاي عبدالله الحبيل كان معاي في الأنشطة المدرسية هو كان هو بالفاحة الماضي نادي الصيف الفاحة وإحنا كنا في النشاط طلب حوالي كنا بها يعني يعني كنا نتمتع كتحس أن هناك ناس حايفينك وماسكينك بالعكس والله كان أنا من من طلعت أنا أنا أخذوني مسرح الخليج من النشاط المدرسي من نادي الصيفي كان اللي يخذاني من اللي يخذني خذني الله يرحمه صغرشود عبدالعي سريع صلى الله يشفيه وعافيه وكان موجود عبدالعي زنمه كان من ضمن اللجنة كانوا لجنة وكان فيه بعد أربعة كان الفنانين كبار مشوية خذوني خذوني مسرح الخليج جميل ومن عقوبها انطلقت للمجومية انطلقت صعد الرحمن العقوب في مسرح الخليج والله يعطيك طلط العمر وتدحفنا دائما بأجمل أعمال وانتقل لنجمتنا الفنانة زهرة بكرجي أنت أيضا قدمتي عدة أعمال لمسرح الطفل ما خلت تتوجهي له في البداية ما كان السر ما في سر ولا شيء أنا أصلا بالصدفة ما رحت للتمثيل مو من نشاط المدرسي بلا نشاط المدرسي وسويت أول دور على المزرح دور الأم أم فلسطينية نعم وعيالها استشهدوا ومشهد كان صعب والذكر حتى قلبي يعني الحين أحس فيه ذاك الوقت شلون كان يرقع لما هات كلهم موجودين ومثلت بس ما شافوني بالمدرسة يمكن هذه الأشياء ساعدت مثل ما قال أستاذ أبو خالد ساعدت وقلتني عدل أني أكون على الخشبة أول ما مثلت بالتمثيل كنت تلفزيون أفتكر لا خشبة مسرح خشبة في المسرح نعم فش اللي خلاني كانت بالصدفة الصراحة اختاروني وما كانوا واثقين أن أنا ممكن أجيد الدور وكان دور شريرة بعد شريرة نفس الشي حزبونا من يوم التي كنت اسمي فتنة في مسرحية أحمد والأسود فدور يعني كان صعب علي هم استعراضي غنائي وإنتاج حمد بوحمد لا إنتاج عبد المحسن الخلفان وكان مع شريك ما أدري منه وكان مع الحمد بوحمد هو كان معتزل وأول مرة يمثل على الخشبة وعلى فكرة هو اللي اختارني أني أكون فيها المسرحية وهو اللي رشحني بنظرت مما أنت أقدمتي على هذه الخطوة بالصدفة شنو المواصفات اللي المفروض يتحلى فيها الممثل في بداية بداية نقول دخوله لهذا المجال ما أنا بي نقول اللي عنده خبرة واللي صق الموهب البداية أول وقوف على خشبة المسرح شنو أهم صفات يمكن أنا محبوظة بهالي ومحبوظة في أبلاتي مقرسيني أنهم شجعوني على النشاط المدرسي ويريت الأنشطة هذه ترجع حق الأولاد لأن تعلمت كل شيء من الأنشطة هذه كلها شنو أغني شنو أتحرك شنو ألبس شنو أتكلم شنو ألتفت شنو أبتشي شنو أزعل كل شيء تعلمت شلون شنو بلتياع على المسرح على المسرح إنه بالبداية شنو أهم صفات اللي المفروض الممثل تكون فيه كنت شاركت بالجنباز وهذا ساعدني الجنباز ساعدت ساعدني أن أسوي أدوار مثل البلارينا صحيح إن أكون رقصة بالي تعطيش لياقة فأعطاني لياقة وبعدين وزني كان يساعد أركب الخير كابت أنا وأستاذ أبو خالد ركبنا الجمل في مدينة الرياح نعم فهذه كلها لو مو موجودة لياقة أنا وياك كنا طحنا ولا تعورنا ولا تقلنا عرج ولا شيء لازم الفنان على فكرة من يكون عنده لياقة مو بس لياقة جسدية فكرية قراءاته سفراته يسمع إذنها تصبح نظيفة يسمع الموسيقى عندها رذم علشان يعرف شلون يقول الجمل شلون يقطعها هذا كلها يتعلمونها أكيد في معد الفنون المسرحية لكن في ناس بين الله عندهم الأشياء موهبة صحيح بخالد بالمقابل عندنا أربع مسارح أهلية وأغلبكم انضمنتوا لهذه المسارح لكن ما كثير قدرت هذه المسارح الأهلية أن نتحقق تنافس ما بينها مما ينعكس إلى نجاح الأعمال أكثر وأكثر طبعا لأن المسارح الأربعة هذولي كل واحد له تيمة معينة كل واحد له خط معين يعني المسرح العربي المسرح المؤلمة حياتهم كلها مسرحياتهم كوميدية لأن الفنان رحمة الله الله أبو عدنان أبد الحسين قالد النفيسي من الفنانين موجودين في المسرح العربي عندهم خط الكوميدية مسرح الخليج عندهم التراجيدية عندهم المأساة والأعمال الثقيلة الأعمال اللي لها خط مختلف ما فيها كوميدية بعدين دشوا بالكوميدية مسرح الخليج آخر أعمال اللي لك ومثلت معهم عمل منعجة في المحكمة عمل بخور مجاسم عمل مسرحية ضاعة ديش ما ضاعة ديش هذه كلها كوميدية صحيح بس كان يكتبها من يكتبها؟ كان صاق رجود مع عبد العزرية هذه الثانية ما يقعدون بالشهر والشهرين يكفرون على روحهم بالغرفة ويكتبون المسرح و rock riot ويكتبون يكتبون الأعمال اللي بيحسون نهذا خط مدلا غير مدلا غير مدلا أعروفame مسرحيات مسرح الكويتي شفتوا الزار ما الزار والسوال في هذي كلها لهم. هذي المسرح الشاب العبد العزيزي المسعود. رحمة الله النمش ما النمش. أحمد الصالح. رحمة الله الله. وكوايد فناني مسرح الشعبي هذا الخطم. مسرح الكويتي الرابع لمسرح الكويتي. مسرح الكويتي يخدمون المودرين. مش عارف سمون الشجرة أو أكثر من مسرحية. يعملون المودرين شيء كلاسيكي. يعملون الأشياء العادية بجميلة وحلوة وعمال جميلة. يعني ما حد يدر أنه كان نجم الكوميديا في الكويت منه. محمد بنية. محمد بنية عصر الله يطوله بعمره. آمين. نجم الكوميديا في الكويت كان هو سمونه محمد بنية. أي من من الفنانين كان لهم وزن بالكوميديا. وفي بعد نسعرف ممكن أحمد الغانم أو محمد الغانم كان كوميديان. طبعا هذا ما نخلي ما نستغني عن كوميدياة ابو عدنان وسعد الفرج. طبعا هذا شيك. هذو لهم ثقولهم لهم لهم زمنهم غير زمن نية غير زمن الغانم غير من الفنانين. نعم. عمد الصالح. إبراهيم الصلل. أبو خالد عصر الله يطول في أمرين. عمد الصالح겠�ين. هذول مسارح الأربعة أثروا الحركة الفنية في الكويت هذول مسارح الأربعة أهوهو اللي قوومو الحركة المسرحية في الكويت أهم اللي قالوا حق العالم ترى الكويت عندنا مسرح نحن أهل مسرح كان لما يروحوا نجل أي مهرجان بعد الكويت ما يرجعون الا بجواز ولا يزالواً إلى الآن شبابنا أي مسرح، أي مهرجان لله الحمد يعني مهرجان الغاهرة مهرجان سوريا مهرجان الخليج من الدول الخليج لله الحمد ما يرجعون إلا بجوائز معاهم ليش؟ لأن الخبرة خذوها من الكبار عرفوا شون يحترمون الناس شون يحترمون النص شون يحترمون الحركة شون يحترمون الأداء ما لهم شون يوصلون المعلومة سواء سواء كان مسرح الكبار أو مسرح الأطفال بس تخصص هذه المسارح هل فعلا ساعد في إثراء هذه التجربة أم تقليصها أن لكل مسرح فقط خط معين لا لا بعدين شوي اختلفوا يعني مسرح الخليج كان ولا لا ما عنده من الشيطان طريج على قراتهم أن يعملون كوميديا أول مسرح يبدو فيها الكوميديا مسرح يمعين لما يابون من مسرح من النشاط دور من أهل البادية اللي هو نعجة في المحكمة من التراث القديم من التراث الموعن يعني قديمة ومكتوبة لا لا محكمة فريج لا لا محكمة فريج هذي خير هم أسود وبيض هذي من زمن فهذه المسرحية وبعدين بخور مجاسم وفي لولا يسمونها اضع عديش وغيرها المسرحيات دشوا في الكوميديا كوميديا الجادة شر البريتي ما يضحك كوميديا جادة جادة ايه وضع عديش المسرحيات الجادة كوميديا لها هدف تقصد ولها رسالة هدف نعم لها هدو والهدف تقيل غير الكوميديا مالت مسرح العربية غير الكوميديا جادة يعملونها مسرح الشعبي نعم كل واحد لخف يعني فينا عنين كبار لهم وزنهم لهم احترامهم وانا تعلمت منهم احنا تعلمنا منهم علمنا الحب والخلاص وحب المسرح وشون نحب الناس شون نوصل للاحظة هذه صحيح هم بين عيوني 24 ساعة استاذة زهرة بالمقابل اللي تابع اعمالك لدرامية من البدايات خنقول نلاحظ انك هناك دقة في اختياراتك للأدوار اللي تختارينها تناسبك ما تناسبك ونشوف فعلا ان انت متمكنة بالرغم من تنوع هذه الأدوار انت متمكنة في اداء كل دور منهم سواء دراما تلفزيون مسرح لاحظنا طبعا هذا التمييز شنو اهي مواصفات او معايير قبولك لأي دور من الأدوار انا بطبيعة الحال جدا هادية لاحظت من قبل ما نبدأ التسجيل والازعاج والاشياء هات تزعجني لان احب قرائز مامسيخة مثل ما قلت وليه تقوصي لما اي اختار الدور اذا ما يزعجني ما اختار شنو اللي يزعجج يزعجني يزعجني يشد انه وانتي تقرينا ممكن مستفز يستفز دور يستفزني يعني شرير مسيطرة لسنة طويل ممكن مشاغبة من بديت لحد الآن وايد يعني سويت ادوار بالبدايات كلها مسيطرة شريرة يعني ادوار شذية شوي شوي قمت اختلف قمت اختار دايما اقولهم لا تيبوني دور يركب علي تبيني التحدي الدور انا شلون خليه يجذبني وياخذني له ما يصير اصوي دور انا يعني واحد كوميديان بالشارع تيبوني علشان هو كوميديان مرة مرتين وثلاث با اذا راح يكشف التراج اذا 24 ساعة زعلان لازم الموثل يشكل في ادواره انا الدور اذا ما يخليني واحدة ثانية والشخصية اللي فيها هذه ما ابي ما اقدر ما اعرف ما ايدش براسي لازم شي خليني اختلف اختلف اكون مو آنة تحبين التحدي طبعا نعم بخالد انت شاركت الفنانة زهرة الخرجية عدة ادوار انت شون تشوف اختيارها نعم حين السؤال لك اي 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 او الادوار مثل ما تفضلت زوزو زهرة انا سميها زوزو ترى اي زهرة زهرة وفنانة تحب ادوارها تحب شغلها فبالنسبة لي انا لازم اعرف من الشخصيات اللي تصير معي وعرف امكانيات اشنو يعني يا ياكل يا اكل هذا طبع نوع اخر من التحدي جميل جميل انك انت تسوي شخصية الليك تعيشها لازم تعيشها لازم تخمصها ولازم تصير انت والفنانة في نظري لازم يكون جوكر عملت المسلسل هذة بشخصية هذة مفوض شخصية ثانية تختلف يعني في سنة من السنين عملت أربع مسلسلات في سنة واحدة بس كل واحد مختلف كل واحد مختلف عن الثاني كواحد ديه كراكتر معين وانت لازم تعيش كل شخصية بتفاصيلها وتراعي شعرها بالذب الفنانين اللي جدامك انك انت تعرف من الفنان من المخرج اهم شيء المخرج اللي عارف امكانياتك ديك الساعة لازم نصير انت نحن نسميها حرامي لازم نحن نبوك الكاميرا بأدائك بإماءاتك بحركتك هذه الأمور هذي اللي تبين امكانيات الفنان شلون عشان أنا أبرز وقولك حق الناس أنا موجود في هذا المسلسل وعلى فكرة يمكن هرموني بينك وبين الفنانين صحيح يمكن يمكن في معلومة العالم ما تعرفها أنا المسلسل اللي ينزل في رمضان وغير رمضان أول مرة ما أشوفها نعم استحيل ما تشوف العمل أبدأ أطلع بره وانا طالع وأنا بالشارع وأنا رائح مكان الفلاني وأنا في كافية وأنا في أي مكان ينسل من عليه الله أي أنت في مسلسل وكذا كذا عملت شي حلو أسمع أسمع إذا كان دين أو شيء من الكم اللي هي لك من بره من الناس هذه بالنسبة لأنا هذه الني أبي وبأبي بيكون هو التعليم بالنسبة لي إذا كنت أنا أعملت شي جميل أو ما عملت شي جميل نعم بالمقابل الدور اللي تختارينا هل مساحة الدور أو مساحة العمل ضرورية بالنسبة لك تحسب أم عادي ممكن تكونين ضيفة في العمل هذا تعديت المرحلة هذه وإذا بعد المرحلة اللي ممكن أن يختاروني كضيفة شرف إذا الدور نفسه مؤساسي ومحور يحرك الثلاثين حلقة أو إن شاء الله مئة حلقة حتى لو أنا ضيفة لازم أقرأ المسلسل كله ولا وافق أقرأ المسلسل كله بعدين أشوفني أنا وين فيه مو أن أأخذ الكم مو مهم عندي الكم بس حاليا عقب من قبل 65 قمت أقول لا أبي كم علشان عندي إمكانيات لحد الآن في أدوار اللي الآن ما طرحت أصلا واحد سواها وما رح أقول عليها إن شاء الله لما يلحف وإن شاء الله رح نسويها لكن أني أكون ضيفة شرف يعني كمحور أساسي من ثلاثين حلقة وحتى لو أختفي لو كن أول حلقات ولا نصف الحلقات مو مهم عندي مو مني حركت الأحداث كلها جميل النهاية الختام هذا حرك مشاعري وفهمت أنت شلون قاعد تختارين الأدوار بخالد إحنا ممكن ملاحظين أنك من أكثر الفنانين اللي تحب تشارك سواء بالدرامة التلفزيونية أو الأعمال المسرحية لو عرض عليك عملين أو صار هناك تعارض بين التلفزيون والمسرح منه رح تختار لا شفي أنا عشقي المسرح بداية أموت على المسرح أحب المسرح وإذا ما أنزل ستة كيلو ستة كيلو سبعة كيلو أنا على المسرح حسيت أني ما عمل شي أنا رياضي ووائد أتحرك على المسرح بشكل مطبري صحيح أنت لو قايلة مسرحية ومسرحية قلت شو الله أختار مسرحية اللي كده لو مسرحية وتلفزيون لا والله ممكن تلفزيون جميل حلو ما راح أتركه بإذا كان حلو شخصية حلوة وجميلة في العمل سواء كان حتى لو كان عشين حضغة لا يوجد مشكلة بالنسبة لي الحمد لله منشترة الآن كل العملية أخذها كاملة يعني لكن بالمسرح ما هده ما هده ما هده بس ها النص هو اللي يغني الشخصية هي اللي تجيرني الفنانين اللي ما يعني على خشبة المسرح اللي هم يشيلون وانا شيلهم المسرح لازم يكون فيه شيالة معك عشان تطلع إمكانياتك الفنية على مسرح على طريق الإمكانات الفنية أستاذة زارة أنت أيضا تحبين توجهين أعمالك المسرحية أغلبها كانت للطفل على ما أعتقد وخصوصا أن حركتك على المسرح مثل ما قال أبو خالد أن هناك فنيات أنت كنت طيرين مثل الفراشة وكنت معبرة على المسرح فهل هذا كانت إحدى الرسائل الموجهة لهذا الطفل هذه الحركة هذه السعادة الرسائل الخاصة بهذه الأمور كل الأعمال المسرحية بما فيهم الأعمال اللي اشتغلت فيه مع أبو خالد كلها كانت هادفة واستعراضية وكلمات جميلة وإخراج جميل وإنتاج مبهر على أيامنا ولازال بو خالد أنا دائما أقول لي رأيت ترجع 100% تشتغل مسرح طفل علشان هو عارف فعلا يختار فنانين المسرح اللي يجذبون الجمهور أو جمهور الطفل الحين جمهور الطفل ممثل طفل القبلي القبلي كان شوية عنده أنه طفل الآن عنده العالم بين يدينا صحيح إحنا يشوفنا شو نشقع نقول إحنا لازم نسوي له شيء مبهر أحسن من قبل يعني آخر مسرحية أنا اشتغلتها يمكن من سنتين يعني معاي 100 طفل على الخشبة وكلهم بوبيز وأنا الشريرة اللي أبوغهم يعني حركات وايد وايد حلوة لذلك أقول ليش مسرح الطفل بالنسبة لي بداياتي لو أي فنان يشتغل مسرح طفل بداياته رح ينجح إذا لا جاذبية وإذا كون جمهور رح ينجح على طول لأن مسرح الطفل ترى موسهل أبدا يعني أكيد أنا في كل عمل فوقني كنت ضعيفة يعني وايد 45 كيلو 50 كيلو كنت أنزل أنزل وطلع ما كنت أطلع كلها نازلة بالوزن لأنه مو 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 بكيفي لأ شكلي وأدائي هو اللي تجذب الإنتاج وجذب الفنان والمؤلف والمنتج أن يبون زهر الخرجي تسوي دور باربي أو تسوي هايدي أو تسوي زيتونة أوليف ماش يسمها بمرطبائي لأن كلهم هذين لازم يعني شكلهم يمثلهم على الخشبة نعم منه كان فيه كانت زهرة بس الحمد لله أنا يعني توفقت أني أكون في مسرح الطفل بعدين سويت مسرح كبار يعني مع الكبار بروفاتش كثير طويل بخصوص بروفاتش شهر تقريبا قبل هذا بس الحين هالأيام قاموا يشتغلون ثلاثة سابيع سبعين قاموا يشتغلون بسبب الانتاجي ممكن عملت ايدي سيدي منتغير طبعا أكيد شهر أكيد أكثر من شهر كنت أشتغل شذي يعني مسرحي من مسرحيات أشتغلت شهرين بروفات عشان نتقن الدور عشان نتقن الحركة وبعدين حتى لو الدور يعني مثلا يتطلب أني أنا أطير ولازم ألبس عالي فعلا كنت ألبس عالي بالبروفات ما يصر ألبس رياضي وبعدين بالعرض ألبس كعب يفرقها طبعا ما في ليونة يصير لازم الليونة مع الشيء اللي بتعرضين فيه جميل بخالد هذا النوع من الاستعراض في بداياتك بالسبعينات وين كنتوا ممكن توجهون الطفل عن طريق استعراض الإمكانيات ما كانت مثل موجودة الحين لأي درجة الاستعراض مهم عشان أوصل الرسالة لطفل شوفي ستنجلة يعني للأمانة يعني المسرح عالم ثاني واختلف في اختلاف كل 180 درجة عن المسرح الكبر في الأخراج في النص في التمثيل في الإمكانيات في الديكور في كل شيء مسرح الطفل حياة ثانية بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي أنا حياتي ممكن الحمد لله تشرفت أني أكون أنا الفنان الأول في الخليج والفنان الأول في الكويت عملت مسرح طفل من مسرحية السندبات هذه أول مسرحية أول مسرحية للطفل في الخليج العربي السندبات البحري في الخليج العربي نعم وكان في مسرح العرائس اختفى من مصر وحطوا مسرح العرائس وفي لبنان عندهم مسرح طفل جميل ويتحلوا مسرح الطفل في لبنان نحن بدأينا من المسرحية هذه الاستعراضات أنا أصلا أصلا أنا أسوي استعراضات مو بس في المسرحيات حتى في الاحتفالات العيد الوطني أنتم كنت تعرفون أكثر احتفالات العيد الوطني في الكويت على المعاهد الخاصة أنا لا أسوي استعراضاتها فالاستعراضات بالنسبة لي أنا سهلة بس يعتمد على الموسيقى على الإيقاع على الغناء على الكبلهات اللي تصير في كل الغنية من الأغاني موجودة في المسرحية فما فيها ذاك التعب فرقت الآن عن قبل شوية الحين يبون إبهار أكثر زود هي لا هي أنت التفصيل نحن قبل نفصل الحين الأغاني للأسف بعضهم ليس هلكل عشان لاحظ يلومني يقولوني يتكلم في بعضهم أنا عندي حدث الآن أنا ما أكرمك أنا أول الأول برجع لبقى شوية الحين بالنسبة لمسرحياتنا ولا تزال الآن الحدث مثلا قاعد نتكلم عن حدث وطني وقاعد نتكلم عن حدث معين عن سين وكذا وحصل كذا وراح كذا وسو كذا ليش تسوي غنية نفس الحدث تعيد الكرة كرتين هذا كبير خطأ أنت لازم تعمل شيء أجمل في الجزء الثاني قبل أن أكرر أنا في أعمال لله الحمد لا أكرر الحدث في الغنية ولا أخلي الغنية هي الحدث لا لا هذه حدث والغنية حدث والتمثيل حدث والحركة حدث كمل بعض شيء يكمل الثاني هذا الموجود بالعكس مسرح الطفل إذا ما تعمل أبهار للطفل ولا يهدك يروح للنفاش يروح أقل بفك ويعكل والحين للأجهزة والغيرة وغيرة والحين أنا ما أقولك أقولك سبيل الأمانة إمكانيات الآن أفضل من إمكانيات قبل طبعا كل شيء عندنا موجود الآن بالكويت لكن قبل إمكانيات العقلية للأسف وليس الكل الآن في الناس شباب حلوين يعملوا مسرحية الطفل من أجمل ما يمكن جميل الفراشة اللي كانت نقول فراشة مسرح الطفل هي أيضا اللي اختارت دور حيزبونة بالثمانينات وكان دور فاصل يعني في حياتك الفنية لكل لكل حب هذا الكاركتر وكل الناس عرفوش فيه مهما تنوعت أدوارج الضلين أنت الأشهر باسم الحيزبونة منه رسم هذه الشخصية واختارت لأداءه والله ما بحثوا عني صراحة ما كانوا بحصليني في الحيزبونة ما يدروا منه حيزبونة تصلوا على شركة انتاج نعم وشركة انتاج كانت صديقة هي من مصر الله يحفظها هي دعاية وإعلان أنا أحب دعاية وإعلان كنت بي أتعلم يعني شنو في شنو ما في حق التصوير ياها تليفون قبل ما في تليفونات يعني بيجر وشذي لا كان في تليفون سيدة يذقون تليفون الله يخليت احنا نبحث عن بنت وجه جديدة اسمها زهرة الخرجي وين نحصلها هي قالت لهم تديني أدي كام وقبلك إياها تقول لها شنو وشن تقول لي يا بون شب مسلسلة هي هني مكتبها قريب من الإعلام الحين تروحين معاي أو أنت تروحين قلت لهاك لا أروح ويا بيلي 33 حلقة هل كثرهم كان أقول لهم لا أما أبي ما أبي كانت أقول لي لا لا اسمها أنتو فيق اللي أذكرها في الخير نعم أوجه لها تحية فقالت لي الدور هذا وعيد حلو لازم تأخذينه قلت لها لا أما أبي خليني أقرأ قريت لقيت هي استفزني شيطانة لعوبة بس خيالي كان وايد وأنا صغيرة كنت أفكر أنه يصجي يبيني خلوني أطير ويبيني لمحة بصر شم كان عمرتش هي سوريا ما رح أقول شم عشان تأذين أبي أشوف الصغيرة البنوتة الصغيرة اللي تتحول فجأة تصير أجوز شمطاء فجأة تصير واحدة حلوة علشان تروح وراء البطل نعم لأنه كان في منافسة بين ياسمين وحيزبونا وحيزبونا صح فهذا الدور يعني أتعبني وحبيتها وحبني لدرجة أني تعبت أول يوم التصوير كان درجتي أربعين درجة حرارتي والله والله العظيم رحت البيت نمت بمكياجي أصمالي واستمرت يعني ثلاثة أيام أربعة أيام نعم وأنا تعبان أسوي الدور لأنه جهاز الدور وكان صعب كان يدري بخار مسرح الطفل الحالي هل قاعد يأدي دوره قاعد يوصل الرسائل المفروض يوصلها هل قادر أنه يخترق عقل وقلب الطفل مثل ما كان قبل لازم والمسرح لازم يقيم على ثلاث لازم يقيم على ثلاث بما فيهم المسرح وبما فيهم الجزء الثالث اللي هو الجمهور لازم تربطه معاك لازم تدخله معاك لازم تحتيه معاك لازم تناغيه لازم تخليه غني لازم تخليه صفق لك لازم تقول له شيء نعم وكذا يعني تخليه يعيش في المسرحية أنا أقول تحدث من لحدات حصابي على خشف المسرح المسرحية اسمها الأبي سيدي الأولى كان الشري اللي هو اسمه شعبان حبيبي شعبان شعبولة شعبان عباس هو اللي حاطني بالقفص وأنا قاعد أغني حاطني بالقفص وسحبيني المجرمين وموديني وكذا هو الغنية شبيهة بأسير ودموعي وقعد تنزل وأبتي واليهال قاعد طالعوني والدني طالعوني ما وعيت إلا واحد ياي من نص المسرحية من نص المسرح يرقل شان يصعد فوق شان يبطل الباب ولقيتك قاعد يبتي أطلع أطلع يعني شاني انت ليأ شان وصلت له المعالي نحس وصلت له الأحساس ببق شان أوقف المسرحي ووقفه الغنية والله وقفت الغنية شان أطلع لها بر وامسكها ولم ما وحب المسرحي إنه هذا أسير ويبينقذ عاش الدور يعني عاش القصة قلت لحبيبي ترى هذه مسرحية وإن شاء الله ماكو شيء أنا عمد الحمان معاك أحبك مثل ما تحبني ويلجم هو صف قوله طلعت من جو المأساة اللي كان في نفسي هذه من المواقف وعدة مواقف كثيرة تحصل لي على المسرح أنا عرفت شون أكتب بلله بعدي من كلمة أنا بقعت كتبت المسرحية صح وعرفت إمكانيات المشاهد اللي قاعد على خشبت المسرح أنا يكفيني شرف الحمد لله في مسرحية مسرحية الأخيرة ABCD3 حريم يايين مع عيالهم شافوا المسرحية قاعد يابتون ليش تمشون مستنسين يقول كنا احنا صغار وينموهاتنا وانت حين ينمعك يعني انت هي ارتباط انت لن تكون ذكي تعرف شون طلع الياهل منها الإلكترونية اللي عيشها حياة الإلكترونية للعيباد مع العيباد والدنيا والسؤال فهذا الإلكترونية زهرة بالمقابل لتش دور جدا رائع ومميز في مسرحية مراهق في الخمسين وعمل نقلة نوعية في مسير تش على المسرح لكن ما نشوف لتش وايد أعمال كوميدي ليش؟ مسرح الطفل هو خفيف ظل على طول بذب لا مسرح الكبار الكبار يعني الأغلبية المسرح ما يعني كمسرح يا جماهرية في أدوار أغلبيتهم فيها خفة ظل وحركات لكن موايد ما اشتغلت يعني يدني مسرحيات أشوف أني أنا ليش؟ ما لا دعنا أكون فيها المسرحية نعم حتى لو يعني أنا تتيبوني أتمشى لا تتيبوني دور أبي قديش شبه أكاديمي لازم يكون المسرح نعم لازم يكون لا هدف مو مجرد وجود أو أني أحد مشهور يوقف معي على الخشبة عشان أنا أسند ولا هو يسند ولا لا أنا بيدور يفرضني أكون فيها المسرحية مسرحية كبار لذلك ما حصلت يعني مسرحية لفئة عمرية يعني أقدر أني أنا أقدم كاركترات لازم لازم كاركترات على الخشبة لشان إحنا يعني مو دور واحد وخاص ساعتين يمكننا الحين ثلاث أربع ساعات اشتغلون الشباب مسرحي الكبار يعني شو راح أسوي أنا به المسرحية لازم أشتغل أربع ثلاث كاركترات وأطلع منهم ترى مو سهل أنييني دور مثل هذا وافق عليه وأتحدى نفسي لازم يسويه ولازم عد المخرج واللي معاي نشتغل صح علشان نفيد الجمهور بمشاهدة ولازم دور يستفز زهرة ولازم نعم لازم عشان الجمهور يستفز ويحب بالضبط بس بالمقابل هذه المسرحية لو دققنا عليها شوي أو ركزنا عليها نعم هل كان وجود الفنان الراحل الكبير والقدير عبد الحسي عبد الرضا كان سبب لقبولتش هذا الدور أكيد مشاركة هذا أكيد لأن أنا ما كنت أشتغل المسرحية هالفئة يعني نعم جماهرية للكبار نعم بطلع من مسرح الصغار للكبار ويتهى بهذه الطريقة ويتهى بهذه المسرح يعني أنا محظوظة وايد لأن ييني دور مثل هذا على طبق وتاريخ معاي كلهم تاريخ داود هيفا عادل منت بين المخرج الله يرحمه فؤاد يعني أنا كنت مو خايفة لكن فيني ذاك التحدي اللي قلتش عليه إنه أنا هذا الدور إي أبي راح أسوي وهم يوافقون عليه ما يوافقون عليه إنه كان كاستينغ صراحة نعم يعني رحت ساعة قبل البروضة بساعة قريت النص اشتغلت مع مساعد المخرج على الخشبة ما نزلت يو الممثلين شافوني بالدور باللقطة مالتي قالوا للحي حيه شاء الله يرحمه وطلع على الخشبة وكلنا اشتغلنا والحمد لله ونجاحة المساحية قعدت تقريبا سنة وأكثر أبو خالد بالمقابل الفنان أو أنت من الفنانين اللي تغوص في أعماق الشخصية اللي تقدمها يعني نشوف إذا أنت تريد تقدم كوميدي فأنت الفنان الكوميدي اللي خلينا نضحك ونبتسم وإذا قررت أنك تقدم التراجيديا نرى دمعة صادقة في بعض الأحيان وإنت تؤدي هذا الدور لأي درجة الفنان فعلا محتاج يعيش هذه المشاعر شوفيها هي وأنا أرجع وأقولك أن كتابة النص هي أهم شي عشان تقدر تحصل لك أرضية خصبة من خلالها تقدر تطلع منها كوميديا وأهم شي في موضوع هذا الاستطالة في البروفات يعني مو ما تسبوع وسبوعين يلا خلنا عرض للجمهور وهذه للأسف هذه مأساة مأساة أنه يقول شوفيه لأعمل عندنا مهلهل مهلهل لأنه ما أخذ أمكان ما أخذ وقته من البروفات ناخذ شهر شهرين شهرين ونص نعمل البروفات ندق ونتحاوى نطلع الكوميديا من خلال ما بين السطور يعني إذا كان هناك حمل كاتبة مؤلف لازم حنا نحترم فكرة المؤلف لكن إذا تبتيبني أني أنا بس أقول يجي كاتبة المؤلف لأن المؤلف ما أغلبهم هم يكتبون كوميديا يكتب لك أرضية من خلالها أنت تبدع إبداعاتك أنت كاليمفوض تبدع على خسبة مصر من خلال عشان شغل ليس كل فنان ينفع يكون كوميديا والقدرة في فناتي أن يكون عندك القدرة أن أنت تقلبها من كوميديا إلى تراجك إلى تراجيديا هذه مو سهلة ممكن تتعلم هذه المهارة ولا لازم تكون موجودة موهبة من الله سبحانه وتعالى بالنسبة لي أنا موهبة من رب العالمي هناك ناس يدرسون في المعهد علي صح معهد علي طلع فنانين كبار طلع زملها طلع ناس لهم القدرة بس إنهم أنت بهذه يبيلها موهبة يمكن عملت الموقف هذا عملت في مسرحية من المسرحيات اللي هي مسرحية أنتخبوا مع علي حلو اللي عملت ما لت الأسرة ما لت الأسرة كلنا نذكر هذا المشهد بالضبط شفتي طبعا هذا المشهد قلبت من تراجي من كوميديا في كومة الكوميديا والضحك إلى تراجي بشهد العالم كلها لها الحمد لها الحمد يعني وبعدين قلبتها كوميديا قلبت خير لأن أنا الناس كممثل أنت لازم أنت ما تستغني عن الأرضية ما تل مؤلف ولا ملاحظات المخرج إلا أن لابد أن ما يستغنون عن إمكانياتك كفنان أنك تحس تحس بالمشهد أنت قاعد تقوله أنا كل يوم لما أقول المشهد هذا وأقول والناس ضايق خلوقها وأشوف حريم مشابعين بالعباد قاعد ينبتون هذا ما يحدث فيك وأنا كل يوم عرض عرضين ونفس الدمع ونفس الحركة ونفس المأساة أتعب أنا أنا أتعب أنا أتعب بشكل ما تتصور أنا أتعب نفسيا أتعب أقصاب حيل حيل مو شي مو شي بسيط هذا أنا قاعد يتشاه محمد رشد ما كتب المأسرحية هذه إلا بإبداء رحمة الله على محمد رشود يعني محمد رشود من اللي إحنا فقدناه فقدناه بشكل مطبع يعني الحركة المسرحية فقدت عملاق عملاق إذا كانوا في أعمالقة في أرض الكويت أكيد فنانين سواء كان أخراج أو تعليف أو ممثلين محمد رشود يعتبر من ضمنه يعني رحمة الله عليه ونجف جمال مخرج يعرف إمكانيات يقعد مع محمد يكتب ونجف جمال وين تحط الممثل هذا مع الممثل هذا وين تحط حركته إنك تتيب مثلا زهرة ويا عبد الرحمان أو تتيب فلان وفلان أو تتيب محمد العجيمي معاي أو تتيب معاي مثلا فنانين ربع زملاء معاي كان نحن قروب بالضبط بالضبط نعم طبعا أنت غنيت على المسرح قدمت أعمال غنائية جميلة على المسرح لكن فنانتنا زهرة الخرجي قررت الغناء وطرح ألبوم وكانت خطوة نعم وكانت خطوة جريئة جدا تتناسب مع الشخصيتش من خلال حواري معاتش الآن استاذة زهرة لاحظت تحبين الجرأة وتجربة الأشياء الجديدة كلميني عن هذه التجربة هي كانت جرأة مني إني أوافق على ناس قالوا لي ليش ما تقدمين تغنين يعني أربع غاني أيامها كانوا يقدمون أربع غاني في ألبوم كاسيت فهوين عطت قلت لهم تصورون اللغانية بيسو فيهم استعراض شذي يعني بهالطريقة قالوا لي أوكي أكيد راح نكمل يعني سجلتم بالستوديو وأحفوظي أقولوا مدرس ملحن ويدربني كل يوم وكل الشي لكن إمكانيات يأدي صح لكن ما نشز مني اللي يخليني مثلا أقول ليش ما أجرب في ناس واحد ترى موما يطربون لكن يغنون صح ومطربين يعني يقدمون بالساحة وعندهم أعمال ويروحون عراس كل شي أنا ما كان أفكر أني أنا أروح عرس ولا أطلع على الخشب أغني لا خطج كان مختلف كنت يعني شي مختلف يعني فيديو كليب مثلا فيه تمثيلية فيه قصة فيه هدف لكن ما ما سووا للفيديو شاركتي في فيديو كليب من قبل في تصوير فيديو كليب أذكر الفنا عبد الكريم عبد الصادر وخذينا فيها الذهبية شاركت النظائر نعم الحمد لله كان مع إبراهيم الحربي وهذا شي يعني أول مرة أسوي يعني هم نوع من أنهم يختاروني لأنه كنت أنا أشكل كابلز مع إبراهيم في الشركة نعم فحبوا أنهم يسوون التجربة هذه كانت يديدة فكرة يديدة وعشان شير سخت في ذاكرتي ترى السؤال مو موجود لكني أذكر هذه الأغنية فعلا ومن بعدها هل شون شفتي التجربة تجربة تظناء ساعدتني وايد في الخشبة مسرح الأطفال والكبار ايه ساعدتني وايد الحمد لله أن أغني صح بس مو شرط أني أطلع وغني حفلاتي أمية بالمية أبو خالد بالمقابل في نوع من أعمال التربوية قدمتها أنت مع مثلا الفنانة سعاد أبد الله مثل أبناء الغد وبرنامج إفتاحيا سمسم وأيضا مسلسل تربوي مثل إلى أبي وأمي مع التحية هالأعمال خالدة ورائدة دايما لكن ما عاد فيه كتاب يكتبون مثل هذه النصوص أو يقدمون مثل هذه الأعمال للنشأ الجديد وين الخلل؟ أعمال التربوية هذه ما عاج فيها كتاب للأسف ما عاج فيها كتاب يعني يعني ما فيه واحد يقول شواوي أن هذا مؤلف متخصص ما فيه تخصص لو فيه تخصص يعني متخصص في أعمال الطفل برامج الأطفال أغاني للأطفال يستنبط من بره فيه شعراء فيه شعراء يكتبون قبل كانوا موجودين أعمال فيه أعمال فيه عندني يعني مسرحياتنا أنا أكتب حق مسرحياتي يعني عندش الله يرحمه عيسى عندش فيه مؤلف فيه كتاب فيه كتاب أساتذ المسرح الطفل فيه كثير والله كاتبين شم شم واحد يكتبون لمسرح الطفل ووقفوا ما قاموا يكتبون كان أصلى شافي وعافي سيد عبدالي في البناي كتب مسرحياتين من ثلاث مسرحيات وبعدين وقف ما قاموا يكتبون ليش ما أنت تكتب لنا عمل أنا قاعد أكتب أنا بأي بي سي دي كتبتها حين تواحين المسرحيات الثالث عن أي مسرحي عندي حين مسرحي قاعد أكتبها صالي بفوق خمسة عشر ست عشر قاعد أكتبها بأشعارها يبل عشقك المسرح مستحيل مستحيل ما نسعى لا يمكن هذا واضح مسرح الطفل يمين مسرح الطفل نعم زهرة بالمقابل دايما يكون فيه دويتوز على الشاشة الناس تحس أنه في بينهم تناغم والأمور أو ظهورهم على الشاشة مع بعض مناسب ومقنع أكثر فنان حسين المنصور لأي درجة فعلا كان فيه بينكم كيميا تجمعكم تلفزيون أكثر شي نعم مسرح يمكن عمل بس عمل واحد اجتمع تنوية كلك نظر تلفزيون موايد في مجموعة أعمال يمكن أربع توني مخلصة مسلسل وياه ف وايد فعلا أنا وياه نكون يعني شخصيتين مرات نكون متناقضين أكثر شي لكن في العمل الأخير لأ شوية منسجمين أكثر يعني متصالحين أكثر بالشخصيات جميل عندي سؤال موجه لكم اثنين فنانين الكبار دائما الناس عندها اعتقاد أن الدراما التلفزيونية لا بد أن تعكس واقع المجتمع يعني ساعات يشوفون أن هناك مبالغة أو أن في أمور تطرح في الدراما أو في المسلسلات هي لا تعكس مجتمعنا لا تعكس واقعنا هل المفروض فعلا أن العمل الدرامي يعتس المجتمع والواقع طبعا هناك كثير وبعين مؤلف وين يكتب يكتب حقائق شافها بعينها ويكتب من خيالها ساعات بعض المبالغة يمكن تأتي لازم لازم تبالغ لازم تصل للأهداف التي تتبه كمؤلف نعم 30 حلقة الحلقة 40 صفحة 40 صفحة 33 مشهد مشوية يعني يكتبها فإذا يكتب القصة حقيقية يقول هذه قصة حقيقية حتى القصة الحقيقية يكتب منها ويحط لها مشاهد من عندها يحط مشاهد من عنده من خياله لا أريد أن نكون تعكس واقع وكثير من الأعمال التراثية عندنا تعكس واقعنا أغلبها تعكس واقعنا القديم الكويتي بالإضافة عندنا قضية الزوج والزوجة والطلق هذا مو موجود في مجتمعنا في كل مجتمعات الخليج العربي البوق والسريقات مو موجودة في مجتمعنا مجتمع غيرنا مو مغيرنا موجودة كل شي موجود إضافة لخيال المؤلف أنا أرجع وأقول يعني أنت مسلسل كامل ثلاثين حلقة من وين يبقصة والله لو يتحكي مني لباشر يقعد معاه يكتب يقدر يبصاحب القصة ويقعد يكتب معاه وحطها عشرين كسد ما يطلع الربع اللي يسوى المؤلف المؤلف عنده خيال واسع يضيف على الفكرة اللي عطاه اياه او الحقيقية او القصة اللي قفاله شافها اخذي مده اخذي مده الى مؤلف في مؤلف عنده خيال جميل يشد المشاهد يخليه يعيش الشخصية ويعيش المسلسل وين النجاح ما يمتم النجاح وين يطلع النجاح المسلسل الا من امكانيات جميلة من مؤلف مجتمعنا في فوق الخيال مو المؤلف عنده خيال تتكلمي عن الواقع عن الواقع واقعنا صار يخوف والمشاهد يبي شيء اللي خوفه دائما في ناس رومانسيين يروحون للرومانسية في ناس يحبون الرعب في ناس يحبون الجريمة في ناس يحبون الرعب اللي هو الأرواح ما الأرواح المؤلف عنده خيال نعم لكن المؤلف من غير المجتمع ما يقدر يخلق الا المسلسلات مثل الاجنبية او ما عندنا عربيا يعني شيء من الخيال انها مثلا شيء خيالي ما في الا لا تلقينا مقتبس من من التراث الغربي او التراث العربي القديم قصص الخيال لألف ليلة وليلة ياخذونها ويحطونا احنا مجتمعنا في مو بس مجتمعنا مجتمع عربي في تقدرين انت تقدرين تحطين بس رؤوس اقلام تقولين بس تعال سوي سيناريو حوار نعم بلاوي الخيال ما تقدرين توصلي له يعني اني اجتبين تكتبينه يمكن رقابة ما رح تترضى جميل اذا انت برايتش ان المسلسل او العمل الدرامي المفروض فعلا يعكس الواقع ام هو مشارك يعني هل لازم يكون فعلا انعكاس ام بعض المبالغ حسب المطلوب المنتج او المؤلف شنو عنده من قصة المنتج يوافق عليه وبالتالي الرقابة يوافق عليه وبالتالي يولحق الفنانين ايون يشتغلون فيه يعني يظهران اذا كان خيالي خيالي اذا كان من الواقع لازم يكون الواقع يعني مشادين مننا الاشياء اللي ما نقدر نعرضها على التلفزيون هي بعضها ما تعكس الواقع بعضها ما تعكس استحيل بعيد عن واقعنا قد تكون تسيئل المجتمع هذه النقطة يعني بعض الناس وهذه قد تسيئل المجتمع تسيئل مجتمعك كمجتمعك انت كمجتمع متحضر تقول عادات وتقاليد وإحنا عندنا احترامات وأسراتنا وعندنا عندنا طغوص خاصة فينا نحن حياتنا الاجتماعية نحن وحتى الخليج يعني وكبعضهم لا الواقع ياخذ شيء يقتبس شيء من الواقع ويضيفه وحط من خيالها جميل انت مع هذا النوع مع هذا الخط أنا مو معه أنا عكس في بعض المسلسلات إذا كان واقع يسئ لي لا والله ما به ما انت معه مستحيل لا يرجع للمسرح شوي الحين نلاحظ أن أغلب نجوم المسرح صاروا من الشباب ولهم حضور جماهيري كثيف ومطلوبين هل هذا فعلا دليل أن الأفكار الشبابية صارت تتناسب مع اليابي الجمهور أن هذا الجيل من الشباب صار أهو المطلوب عرفوا عرفوا شنو يابوا جمهور نعم الكتاب الكتاب المسرح على فكرة هم كتاب المسرح الآن هم كتاب المهرجانات جميل المهرجانات أنا تشوفينها بالكويت هم الكتاب المسرح الآن موجودين وينك يا عبد الرحمان ضوحي الله رحمه وينك عبد يا عيسرية وينك الصقر رشود وينك محمد رشود واخذي واخذي من المؤلفين كثير من اللي أنا ما يستحضرني أسمعهم ترى سعد فرج من الكتاب الممتازين وبعدنا رح ترى من الكتاب الممتازين لكن الآن العقلية اختلفت عقلية شبابية وجيل مختلف مختلف كل يعني التبكير الأولاني كنا أول نارض عن المسرحية قصة واحدة والقصة الوحدة هذي تدور في المأنيومة تنتهي المسرحية نعم الآن شبكة من الأفكار الداخل المسرح مثل التلفزيون وعدة أبطال مو بس بطل الأحداث حوله نعم التلفزيون غير أما الجماعي صار أكثر تلفزيون قبل غير مختلف غير الحين الحين شوفوا أنا حين تولي خالص مسلسل في ممثلين ما شفتم بس معانا أبطال في المسلسل بس ما شفتم وأنا أحد أبطال المسلسل يعني هذا قصة خط وأنا قصة خط وهذا قصة خط وهذا قصة خط يحطونش أكثر من خط في المسلسلسلات نعم بس كلهم لهدف واحد يعني يعتمد على الواقع اللي هم يكتبونه جميل أيضا كنت بالأول من ضمن نجوم مسرح المرحوم محمد رشود نعم الله يرحمه وكنت يجمعكم الأعمال دائما مع مجموعة مثل انتصار الشراح رحمة الله عليها الفنانة الكبيرة ومحمد العجيمي ولد الديرة عبد الناصر درويش وغيرهم وغيرهم من فترة تكررت تجربتكم واجتماعتوا مع بعض أنت والفنان محمد العجيمي ولد الديرة وقدمتوا مسرحية هل فعلا قدمت النجاح اللي قدمت المسرحية السابقة والله شفيته نجحت أنا دلت تقولين هل حكومة الكترونية حلو بالضبط حكومة الكترونية حكومة بالعكس نجحته وسكرنا وقفنا دروف ما وكانت فل الصالة الحالم العالم كل حميتنا عملنا كثر ما نقدر بس أفكار محمد رشود غير أفكار الناصر اللي كاتبها الأخ أخوه عبد المحسن لأعمال محمد رشود يفصل يفصل على عبد الرحمن العقر نعم أن دور هذا عبد الرحمن مدور كمحمد العجيمي محمد العجيمي هذا دور مدور عبد الرحمن ولا دور الولد الديرة ولا دور عبد الناصر كل واحد ما عطي خطة ويخلينا كل اثنين دوته نلتقي مسالم رحمة الله عليها الله يحب نعم كنا قروب تفصيل يفصل لنا بالإضافة للضيف اللي معنا غانم الصالح اللي رحمه عندنا محمد المنصر معنا دش معنا دهود وحسين دش معنا حسن البلام نعم عيش ابراهيم معنا دشت معنا في المسرحية وعيد يعني هو يدخل معنا يعشق معنا ناس يفصل لهم معنا ويأخذون مكانهم صح صح نولا كيتولي الكثير كل شيء كل شيء فمحمد يفصل غير عن المسرحية الثانية يعني هذه المسرحية الكترونية اعتمدنا على إمكانياتنا استاذة زهرة بالمقابل أنت أيضا كانت عمل مسرحي قبل فترة شو لقيت هذه التجربة من بعد سنوات كنت مع محمد لحملي نعم أحب مسرحها وأحب فكرة وأحب جنونها ومسرحية أطفال من يتحمل 100 طفل على الخشبة غير الممثلين يمكن 30 ممثل يعني 130 أنا 101 فكنا يعني شعلة من نشاط على الخشبة عرضين ثلاث عروض في اليوم ما شاء الله ميزيكل لايف مو كلها يعني موسيقى وغنى لا يعني فيها لايف فيها لعب فيها غشمر مع الأطفال معي ممثلين يحبلون شباب كلهم كوميدي دمهم خفيف وأنا طبعا بينهم أحوس أتحرش فيهم يتحرشون في الطفل يبيتش والأطفال يعني معاي وثلاث سنين وأكبر ليه أربعة سنة ثلاث سنين على الخشبة أربعة سنين أو خمس سنين بعد وست سنين وسبع سنين وعشر سنين واثنائج سنة مية طفل مية طفل مية طفل حقيقة يعني لأن 101 المسرحي الفيلم هذا يعني فسوينا مسرحية أطفال استعراضية وايد وايد كان استمتعت وايد صراحة اشتغلنا يمكن أكثر من الخمسين عرض إذن أبي رأيت أنت في تجربتك المسرح نظرتك للشباب حاليا في إنتاج المسرح أنا ما عندي مانع طبعا أني أشتغل أكيد فكر يديد جميل يضيف لي نعم وأحب أتعاون معاهم من زمان يعني أنا من من الفين أنا بديت أشتغل سواء أكاديميا في المهرجانات أو أشتغل مسرح الطفل معهم أو حتى مسرحية خارج البلاد يعني أحب أني أشارك معهم جميل هذا شيء ويد حلو أني أجرب ويكون معهم وكل سعادة طبعا إن شاء الله دائما دائما في سعادة واختيارات جميلة وضيوفنا اليوم ما شاء الله أيضا لهم اهتمام رياضي وخالد أنت تحب ممارسة المشي أمرس رياضي ومشي يوميا يوم مترك يوميا لازم حتى بالبروات نشوف فهما كانت الظروف الجوية أنا اليوم ماشي بالمطر بالماشي بالمطر ما عندي له نعم ومبسي رياضة رياضة من أروع ما يمكن يعني أنت أنت وصلت مرحلة من السن لابد لك الرياضة تكون مضاعفة ولا الحمد لله لدخان ولا شاي ولا شاي ولا سوال في هذه المتعبة للاستجسد ما تعامل فيها نعم والرياضة حلوة من أحلى ما يمكن أكيد وفلنا نتنا زهر الخرجي الجمباز كنت قبل نعم ولكن لشان استمر كل يوم ترك يوم أمشي بساعة ساعة ربع ويوم أنزل أسباح تحبين السباح هي على طار الجمباز أنا كنت أحد بطال جمباز ما شاء الله بطال جمباز بطال جمباز المدارس صح مدارس لأن مدارس منافسة بين المدارس كنت أحد بطال رياضة شباب ومن كنتوا تحب بطال رياضة المشي حلو مشي زميل ينشط الجسم خصوصا أننا في المسرح بالضبط أنا كنت أبي عرف تأثير هذا الرياضة على اللياقة خصوصا أنتم تحبون المسرح والمسرح يحتاج نفس قبل أيام ما كنت أول بدايات مسرح الطفل كنت أساسا على طول رياضة نادي بحر نيبورد جيتسكي ما أخلي يوميا فهذا الرياضة فادتني حتى بالمسرح أني عندي لياقة جدا عالية أتحمل الساعتين وست ساعات في اليوم أشتغل فيهم وبروحي أفتر فما عندي أصلا أتعب نفسيا إذا أقعد ما أشتغل لذلك أنا أطلب يعني إذايتني مسرحية ما أحب أتمشع الخشبة لازم يكون في مجهود ما أكون آنة لازم أكون الشخصية اللي موجودة وما تستفزني لازم تكون فيها حركة لازم يكون فيها أداء الصوت لأن الرياضي شلون عنده صوت دائما الرياضي عنده صوت ليش إذا قعدت أصلا كل عضلات جسم جسم كلها عضلات حتى يعني الحنجرة إذا ما تتمرنين سواء السوفيت سواء الرياضة سواء تأتي بالبحر بالخل لازم أنتي تسوي رياضة حق المسرح لأن إذا أنا يوم العرض بعلي صوتي صوتي ثاني يوم رح يروح رح يروح ما رح تقدمين شيء أبو خالد تسوي تمارين للصوت والحنجرة ولا يمكن عكس الكلام هو بروبات شل الله أدني أنا أقع الحمد لله صوت أعرف متى يبح صوتي بالبروفات أطلع كل إمكاني صوتي في البروفات يبح صوتي خليه يبح أيام البروفات بس مو بالعرض أعرض كوني أوكي يعتهو تمرين من نفس يعني بالبروفات لش البروفات عشان ما تفقدين صوت ولا ليقت صح وعلى طاري الرياضة بخالد اليوم بدأت دورة كاس الخليج واللي نعرف أن أنت رياضي متعصد حدي حدي والله أنا أنصري لبلد حدي والإضافة اللعب الموجود إن شاء الله الله يوفقهم إن شاء الله اللهم آمين إن شاء الله عشان الله يوفقهم ويرفعوا عن راسنا شباب حلوين حاطين الاتحاد حاط كل إمكانيات فيهم على أساس أنه يطلعون حطونهم مدرب جميل ومختار لاعبين متعزين في منتخبنا الكويت منتخبنا الكويت جميل وبخصصا بعد مع الغميص الجديد اللي عاملين أكثر من الغميص حقنا منتخبنا الكويت إن شاء الله يا رب إن شاء الله الله يوفقه إن شاء الله إحنا ما نقول والله اللي قبل واللي الحين ومشارك لا 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 الحين هذو اللي إحنا عياننا هل الكويت واجهة الكويت الموجودين والأمل فيهم إن شاء الله زهر أنت ممتعصبة لمنتخب أبدا أنا مع الفريق اللعب حلو واللاعب اللعب حلو أنا وياه أنا أحب فرجة أحب استمتع غيابتنا حلوة يعني إحنا لنا تاريخنا كنا قبل لأي فريق من فرقنا أو منتخبنا لما نيدش بس إن شاء الله منتخب الكويت ترى عشر سنين إحنا ما أخذين الكاس يحدونهم على ثلاث أربع سنين ترى ما أعطينهم قصة 11 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 12 12 13 13 15 15 15 15 15 16 إن شاء الله من الهيئة والاتحاد والحكومة إن شاء الله ومجلس الأمة إن شاء الله رح ينهضم بالكرة إنهضم بالرياضة مو بس كرة الغدم السلة والطائرة وكل نمو حتى الجماس حتى نتعودنا على التميز في كل المجالات وإن شاء الله أبي أعرف أعمالك القادمة هل راح يكون في عمل يجمعكم قريبا ولا مو موجود هذا التوجه حالي إن شاء الله في عمل خاص لي أنا نعم خصص مختلفة من ضمنهم مسرح والتلفزيون زهر إن شاء الله المسرح ما لا أحد الآن أنا بنسبة للمخدمين لثلاث مسرحيات تحد الآن عشان عيد والله ما نعرف شخص أختار هذا ولا هذا ولا هذا أحد الآن اللي يستفزك أكثر لا والله أنا كممثل ما أنا منتجة نعم كممثل بس كممتج لا ما منتجة قلتش أنا ياريت اليوم بلواتش تكون معي زار دعوة على الهواء مباشرة أمامنا يوريك مخالد أنت تدري الدور يفرض نفسه صح والله مسرح ولا تلفزيون يدري فيني لتش خطط قادمة إن شاء الله قريبة يعني حقي أنا شخصياً لا ما في يعني قاعد أقرأ المصوصة ياتش عرض حالياً ممكن تفكر أنا وياق قلباً وقالباً إن شاء الله ما قصرته ما قصرته وأسفرت ونورت الليلة بوجودكم وللأمانة كان حوار جميل مشترك ويعني استعرضنا واستذكرنا العديد من الأعمال الجميلة اللي شاركتوا فيها ويتمنى إن شاء الله نشوفكم في أعمال أجمل وأجمل شكرا لكم شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل شكرا لكم معتونا شفناها شفتها إن شاء الله يا رب إن شاء الله أنا من البرامج الجميلة على فكرة مش مدحن على هذه حقيقة اللي شفت الفنانين اللي استطبتوهم نقيت ونقوة جميلة من الفنانين اللي بيضون الوي إن شاء الله وأنت كذلك يعني أنت ما شاء الله كموذيعة متميزة والأساتذة اللي فوق شكرا ما يقصروا والصوت أبو علي فليتشاوي عرفه شكرا للجميل كلهم وعبد المحسن وصوراتنا الجميلة مبراك محسن العلوي الدارات الإنتاج الجميلة ولا نقصن في الموجودين كلهم المخرج أكيد شكرا شكرا لجميع شكرا لأستاذ المخرج والمعيد واللتشنتي طبعا شكرا لك ما قصتك واللي وراء الكاميرات جنود المجهولين الوجهولات أنا ما نعرف ليش تسمونهم جنود المجهولين لأنهم الأساس ما أساس معنا بس الناس ما تشوفهم بضبط أنتم يتنقلوننا للمشاهد طبعا الفنان القدير الكبير عبد الرحمن العقل شكرا على حضورك اليوم والنجمة الرائعة الفراشة نقول زهر الخرجي أيبا شكرا على تواجدت الليلة معنا وشكرا لكل من تابع حلقة اليوم نشوفكم إن شاء الله على خير ومع السلامة السلامة